نعم ومع هذا الترقب رامز أريد أن أشير إلى ما ورد على لسان الجيش اللبناني في خبر عاجل قبل قليل الجيش اللبناني يهيب بالمواطنين للحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمسوا بالسلم الأهلي كذلك قال الجيش اللبناني في بيان أيضا إن العدو الإسرائيلي يعمل على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين أرحب بانضمام هديل نماس إلينا مراسلة التلفزيون العربي من الضاحية الجنوبية لبيروت وأتوقف معها عند هذا البيان من الجيش اللبناني إذا كان هناك تفاصيل وما الذي استدعى أن يصدر الجيش اللبناني هذا البيان هديل محمد هو بيان يأتي وسط ترقب شديد في الشارع عقب عملية الاختيال لأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وخاصة بعد اجتماع الحكومة غدا الذي لم يقدم جديد فيما يخص المشهد السياسي في الشارع لبناني وتركز فقط على الجهود المبذولة لمعالجة أزمة النزوح الكبيرة من الجنوب ومن الضاحية الجنوبية أيضا لا شك أن عملية الاختيال تحمل الكثير من الخوف والشك فيما قد تحمله الساعات والأيام القادمة فيما يخص مستقبل اللبنانيون تحديدا عقب هذه العملية التي شكلت صدمة في الواقع للشارع اللبناني وربما للمنطقة عموما خاصة أن هذه العملية بعد الإعلان عنها لم تتوقف الغارات تحديدا على الضاحية الجنوبية على سبيل المثال منطقة لشويفات تعرضت يوم أمس لغارتين واحدة من تلك الغارات كنا قد رصدناها على الهواء مباشرة وغارة أخرى في ساعات متأخرة من الليل كانت تزامنا مع هبوط إحدى الطائرات في مطار رفيق الحريري نشير إلى أن منطقة لشويفات في الضاحية الجنوبية هي قريبة جدا من مطار رفيق الحريري لذلك تضاربت الأنباء أن تكون هذه الغارة على المطار أو على الضاحية لكن تحديدا الغارة كانت في منطقة لشويفات في الضاحية الجنوبية وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن حصيلة لأربع وعشرين ساعة أخيرة عن ثلاثة وثلاثين شهيدا ومئة وخمسة وتسعين جريحا كان هناك سلسلة من الغارات عقب هذا الإعلان بالتالي يتوقع أن يكون هناك عدد آخر من الشهداء يرفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلدات الجنوبية على الضاحية الجنوبية هذا العدوان أيضا الذي يتكثف على البقاع نتحدث عن استهدافات في ساعات الصباح في البقاع الأوسط وفي شمال البقاع انفجارات عنيفة سمعت في تلك المناطق عموما هناك أزمة إنسانية يواجهها النازحون الذين يفترشون الساحات والشوارع العامة والمدارس محاولات لمعالجة هذه الأزمة والاستجابة الطارئة لها تأتي مع تخوفات لما قد أعلن عنه الجيش اللبناني في البيان الذي أعلنه في هذه اللحظات بيان الجيش اللبناني الذي أكد أن إسرائيل تريد تمس الوحدة الوطنية وتدعو إلى عدم الانجرار وراء الأفعال التي قد تمس بالسلم الأهلي في هذه المرحلة الخطيرة والدقيقة مرحلة خطيرة ودقيقة على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الإنساني للبنان وللمنطقة عموما وهناك جهود سياسية تبذل واتصالات كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد تلقى اتصال من رئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا من الوزير البريطاني وهناك أيضا عدة جهود في محاولة الاستجابة الطارئة لهذه الأزمة